جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ومعالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق وخلال الاتصال أدان سموه محاولة لاغتيال الفاشلة التي تعرض لها معالي رئيس وزراء جمهورية العراق مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن العراق الشقيق واستقراره محل استنكار دولي داعيا لها سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء وقد أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة داعيا المولى عز وجل يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار